من المؤسسات الشهيرة جداً وهي التي تؤدي وظائف تربوية هي مؤسسات الوظيفة ومؤسسات الوظيفة تعلمون جميعاً أنها من المؤسسات التي قد يستغرق فيها الإنسان نصف عمره أو قد يصل فيها أحياناً إلى أن يقضي داخلها مجموعه 35 سنة أو في حدود هذا العدد فإذن هي مؤسسات تأثيرها على حياة الإنسان وعلى ثقافة الإنسان وعلى إحساس الإنسان بالسعادة في حياته أمر حاسب مؤسسات العمل أو الوظيفة هي المؤسسات الرسمية وغير رسمية في مختلف القطاعات والمرافق والإدارات والمؤسسات العملية التي يلتحق بها الأفراد في المجتمع لممارسة عمل أو وظيفة أو مهنة معينة سواء كانت تلك المهنة فردية أو جماعية رسمية أو غير رسمية يعني وتجمع المؤسسات الوظيفة أفراداً مختلفين في السن والجنس والمشارب الثقافية والعرقية والجنسيات إذن مؤسسات الوظيفة هي كل فضاء للعمل للإنتاج فضاء رسمي أو غير رسمي يقوم فيه الفرد بتوجيه طاقته وقدرته ووقته من أجل إنتاج شيء ما وتحقيق هدف ما هذا الهدف يختلف تماماً عن المتعة أو الاستمتاع أو اللهو أو كما رعينا قبل قليل في المؤسسات الترويحية أو الترفيهية مؤسسات الوظيفة هي مؤسسات ذات طابع رسمي ذات طابع نظامي ولذلك تجد عادة يغلب عليها الجدية وتغلب عليها القوانين المنظمة ويغلب عليها الطابع الرسمي فهذه المؤسسات تأخذ جزء كبير جداً من وقتنا وتأخذ جزء كبير جداً من حياتنا ولها تأثير كبير وكبير جداً على سعادتنا في هذه الحياة من أهم الأدوار التربوية لهذه المؤسسات وطبعاً هنا نقول حتى مؤسسات العمل الخاص حتى مؤسسات الوظيفة الخاصة أو حتى مؤسسات النشاط الحر الخاص هي مؤسسات وظيفية كون الوظيفة الأولى التربوية هي أنها تسهم في إكساب المنتمين إليها المعارف والخبرات المهنية في مجال تخصص هذا مهم جداً أول ما تكسب هذه المؤسسات الأفراد تكسبهم الخبرة التي هي في تخصص مثلاً مؤسسة في صناعية مثلاً في صناعة الحواسيب مثلاً فالمنتمين لها يكتسبون أول ما يكتسبون يكتسبون خبرة صناعة الحواسيب مؤسسة في إنتاج الألبان والأجبان ومشتقات الحليب وغيرها فأول خبرة يكتسبها المنتمين إلى تلك المؤسسة هي خبرة صناعة الألبان بصورة العام وهكذا قص على هذا المثال فهي إذن هذه وظيفة تربوية أولية وأسيسية الوظيفة الثانية هي أنها توفر للمنتسبين إليها تدريباً مستمراً ورقياً مهنياً وإدارياً ومعرفياً هذه من الوظائف تقريباً لكل المؤسسات الوظيفة هي أنها جميع المنتسبين لها تقع تنميتهم مهنياً مهارياً يصبحون أكثر حذقاً لتلك المهنة وكذلك ترقيتهم إدارياً ومالياً فبالتالي هذه الوظيفة الثانية التربوية الوظيفة الثالثة لمؤسسة الوظيفة على اختلافها أنها توفر فرصة التطبيق الميداني للمعارف النظرية كل مؤسسات وظيفية فيها تطبيق ميداني للخبرة وهذا دور تربوي على غاية من الأهمية دور تربوي آخر لمؤسسة الوظيفة أنها تنمي الطاقات البشرية للمجتمع هناك كثير من مؤسسات الوظيفة في حرق الإقلامر يذهب إليها طلابنا للتطبيق بداخله بداخله طلاب كلية الهندسة مثلاً طلاب كليات مثلاً التربية يذهبون إلى المؤسسات التربوية بدرجة أساسية طلاب كليات الطب لغاية ذلك يذهبون إلى المؤسسات الصحية الكلية التقنية يذهبون إلى كل المؤسسات التقنية طلاب كليات الاقتصاد والتجارة يذهبون إلى المؤسسات التجارية والاقتصادية طلاب الحاسب الآلي يذهبون إلى مجالهم طلاب الصحافة والإعلام يذهبون إلى المؤسسات الإعلامية اللي يطبقون فهي إذن تنمي الطاقات البشرية الحقيقة للمجتمع من الأدوار أيضا التربوي المؤسسات الوظيفية أنها تنمي العلاقات الإنسانية بين المنتسبين إليها كل فضاء للعمل هو فضاء إنساني بالدرجة أولى ويحكم عادة فضاءات العمل العلاقات الإنسانية ولذلك تسعى مؤسسات الوظيفة إلى تنمية العلاقات الإنسانية الإيجابية لأن ذلك ينعكس على المردودية وعلى زيادة في الإنتاج لو تكون العلاقات الإنسانية ضعيفة ومتدهورة بين العاملين فإن ذلك يؤدي بالضرورة على استقرار المؤسسة وعلى أدائهم في داخل المؤسسة بالوظائل كذلك التربوية أنها تكمل أدوار المؤسسات التربوية والاجتماعية الأخرى هذا أيضا مهم لأن كل مؤسسة اجتماعية قلنا تؤدي دور في الأوركسترا الاجتماعية إن صح القول في الفرقة الموسيقية الاجتماعية لكي تؤدي نفس النغم بشكل من التجانس والتناغم أرموني يعني بشكل من فهذا إذن مهم أخيرا من الوظائف التربوية للمؤسسات المهنية أنها تمول الأبحاث ومشاريع التنمية المهنية الفردية خاصة فكثير من المؤسسات الحقيقة الصناعية تمول الأبحاث وتشرف عليها وتدعمها وبالتالي تزيد من مهارات أفراد المجتمع الإبداعية ومهاراتهم في الاختراع ومهاراتهم في التطوير ومهاراتهم الفكرية بسورة عامة هذه هي تقريبا مجموعة الوظائف التربوية لمؤسسات الوظيفة والعمل